عادت الاحتجاجات مجددا إلى لبنان إثر تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بعد هدوء نسبي خلال الأشهر الماضية وفي ظل تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة مع الخلافات التي ظهرت على الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية اللبنانية وتغاني لبنان منذ سنوات من تراجع اقتصادي حاد حيث خسر خلال ستة أشهر قرابة ستين إلى خمسة وستين بالمئة من إجمال ناتجه المحلي بمعدل اثنان وخمسين مليار دولار في العام الفان وتسعة عشر إلى ثمانة عشر مليار دولار في العام عشرين عشرين بينما ارتفعت نسب الفقر والبطالة وأغلقت المؤسسات أبوابها قوى الأمن اللبنانية أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريق محتجين وإبعادهم عن مدخل البرلمان في العاصمة اللبنانية بيروهت وذكرت وسائل الإعلام مختلفة أن عشرات شبان احتجوا أمام أحد مداخل البرلمان اللبناني حيث استخدموا الحجارة لرشق ساحة النجمة خلف الجدران الإسمنتية والحديدية وتابعت أن المحتجين نجحوا في إزالة البوابات الحديدية لأحد مداخل مجلس النواب كما عمد آخرون إلى التظاهر أمام مصرف لبنان تعبيرا عن رفضهم لسياساته المالية والنقدية التي أغرقت البلاد في تضخم كبير وفي وقت سابق دعا محتجون جميع السياسيين إلى الرحيل احتجاجا على الوضع المعيشي والحياتي السيء وردد المحتجون شعارات تطالب بمحاصبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة